عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وخلال الاجتماع قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي والمتعلق بتحريك سعر الصرف وأضف همران أن التباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية أدى إلى مازيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة مما أدى إلى ضغوط ضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر